أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية وتراثية في هذا المتجر الصغير يعود عمر بعضها إلى ما قبل ثلاثمائة عام هكذا يروي حسين صديق كوبجي أحد سكان مدينة كاركوك تفاصيل رحلته في جمع القطع النادرة التي تحاكي تاريخ العراق الحديث والمعاصر ثلاثون عاما مرت على أول رحلة في جمع القطع الأثرية النادرة بدأها حسين كوبجي متجولا بين محافظات العراق الثماني عشرة وبعد هذه السنوات الطوال قرر كوبجي الاستقرار في كاركوك والتفكير في كيفية الحفاظ على ما جمعه من هذه القطع التي لا تقدر بثمن كما يقول اجتهدت طوال ثلاثين عاما في جمع هذه المقتنيات واليوم أطلب من الحكومة أن تتكفل بحماية هذه الأشياء النادرة لكوني رجلا مسنا ولا أستطيع حمايتها لقد كان باستطاعة بيع ما جمعته من هذه الأشياء خارج العراق وبمبالغة كبيرة لكنني لا أريد ذلك بنظري هي ثروة قومية ولا بد من الحفاظ عليها ولعل مطالبات كوبجي السلطات الحكومية بتوفير الحماية لما جمعه من قطع أثرية يرجع سببها إلى سرقة أربعمائة قطعة عام 2011 على يد مجهولين قدر ثمنها بمائة وخمسين مليون دينار وما زال متجر حسين كوبجي محط أنظار الزائرين العراقيين من جميع المحافظات حيث يأتون إلى هنا للإطلاع على ثمرة سنوات من الجهد المضني في جمع هذه المقتنيات ترجمة نانسي قنقر